السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد مكاوي من English Start والنهاردة هنتكلم عن Family Members in English إزاي تقول أسماء أفراد العائلة باللغة الإنجليزية والتطبيق بأمثلة وتدريبات عليهم ده Mark Mark عنده Father أب Father و Mother أم Mother ممكن نجمع Father and Mother في كلمة واحدة وهي Parents Parents يعني الوالدين Mark كمان عنده Sister أخت Sister وكمان عنده Brother أخ Brother وده جد Mark Grandfather 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 ودي الجده Grandmother 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 وممكن نقولهم في كلمة واحدة وهي Grandparents 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 أما دي فهي عمة Mark Ant 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 النطق الأمريكي Ant والبريطاني Ant وده عمه Uncle 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 عم مارك أما تجوز فزوجة عمه يقول لها Ant أو Aunt ولما عمه تجوز خلف ولد وهو ابن عم مارك يعني Cousin 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 وابنة عمه كمان تكون Cousin Cousin مفيش فرق بين المذكر والمؤنث بنقول Cousin للاتنين عمة مارك هي كمان أما تجوزت مارك يقول لزوجها Uncle وهم كمان خلفوا ولد وبنت ابن العمه يعني Cousin وابنة العمه برضو Cousin Mark Got Married مارك تجوز وزوجها يعني Wife Wife وخلفه ابن Son Son وخلفه ابنة Daughter Daughter أو Daughter Daughter أخت مارك تجوزت وزوج الأخت يعني Brother-in-law Brother-in-law وممكن تسمعها بالBritish Brother-in-law Brother-in-law وخلفه بنت Neese بنت الأخت Neese وخلفه ولد Nephew Nephew ابن الأخت Nephew وزوجه وزوجه وزوجة الأخت يعني Sister-in-law Sister-in-law وبقى عندهم طفلين ابن الأخت يعني Nephew وابنة الأخت نيس Nephew نيس ابن مارك كبر ما شاء الله وتجوز وزوجة ابنه يعني زي بنته علشان كده اسمها Daughter-in-law Daughter-in-law ابن مارك خلف ولد وبكده يكون حفيد لمارك Grandson Grandson وخلف بنته كمان يعني حفيدة مارك Granddaughter Granddaughter وكمان بنته اتجوزت وزوج بنته يعني بمثابة ابنه Son-in-law Son-in-law وخلف حفيد لمارك Grandson Grandson وحفيدة Granddaughter Granddaughter الأطفال دول كلهم أحفاد مارك يعني Grandchildren Grandchildren والمفرد منها Grandchild Grandchild يعني حفيد بغض النظر ولد أو بنت Grandchild يلا نكتب الكلمات دي كلها في جدول يسهل عليكم حفظهم هنقسم الجدول male يعني مذكر و female يعني مؤنث man man رجل man woman woman امرأة woman boy ولد boy girl بنت girl father or dad يعني أب father dad mother or mom mother mother mom grandfather الجد grandfather grandmother الجد grandmother great 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 grandfather abu الجد أو abu الجد great grandfather great grandmother mother 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 brother 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 sister sister son 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 daughter ابنة ده نطق أمريكي ممكن تنطقها عادي جدا daughter daughter grandson حفيد grandson ده الولد أما الحفيدة البنت granddaughter granddaughter uncle العم أو الخال uncle aunt أو aunt العم أو الخالة مش هتفرق cousin cousin وده ابن عمك أو ابن عمتك ابن خالك أو ابن خالتك أما لو بنت هتكون برضو cousin يعني ابنة العم ابنة العم ابنة الخال ابنة الخالة فكلمة cousin شاملة لكل دول سواء مذكر أو مؤنث nephew ابن الأخ أو ابن الأخت niphew niece ابنة الأخ أو ابنة الأخت niece father in law أبو الزوج أو أبو الزوجة اللي هو حماك أو حماكي father in law mother in law mother in law اللي هي أم الزوج أو أم الزوجة يعني حماكك أو حماكك brother in law زوج الأخت brother in law sister in law زوجة الأخ sister in law دلوقتي يلا ناخد عليهم تمرين دي عائلة مارك الصغيرة وأنا كتبت لكل واحد فيهم اسم والمطلوب منكم تكملوا الجمل دي على حسب family tree شجرة العائلة اللي قدامكم دي فمثلا الجملة الأولى بتقول Susan is Mark's الاباستروفي اس المضافة لمارك دي اسمها positive اس أي اس الملكية وبتعرفنا اللي بييجي بعدها يخص اللي قبلها وشرحت عليها درس سابق بالتفصيل هتلاقوه في قسم القواعد على القناة بكده عاوزين نعرف Susan تقرأ بي المارك أيوة زوجته يعني wife Susan is Mark's wife Susan تكون زوجة مارك اعملوا بوز للفيديو وقفوا الفيديو موقعا وكملوا الحل عندكم في الورقة وبعدين يرجعوا تأكدوا معايا من إجابتكم يلا نشوف الحل مع بعض number two Adam is Sarah's husband Adam زوج Sarah number three Mary is Susan's daughter Mary ابنة Susan number four Andy is Mark's grandson Andy حفيد Mark number five Mark is Andy's grandfather Mark يكون قد Andy number four number five عقصباد number six Sarah is Jasmine's mother Sarah أم Jasmine number seven Daniel is Helen's father Daniel أبو Helen number eight Susan is Daniel's mother-in-law Susan حمات Daniel يعني أم زوج Daniel number nine Daniel is Susan's son-in-law Daniel زوج بنت Susan number eight و number nine عقصباد number ten Andy Jasmine Peter and Helen are Mark and Susan's grandchildren كل دول أحفاد Mark و Susan تمام كده أنتم جاهزين للتمرين الأخير وده بقى من غير صور يعني محتاج منكم تركيز لأن بعض الجمل عملة زي الألغاز شوية complete the following sentences أكمل الجمل التالية هتوقفوا الفيديو تاني موقعا لحد ما تحلوا في الورقة عندكم وارجعوا تأكدوا معايا أتمنى تكونوا أخذت الوقت الكافي في الحل يلا رجعوا إجابتكم معايا number one your father's mother is your grandmother أم أبوك هي جدتك number two another word for father is dad كلمة أخرى لfather هي dad number three your father and mother are your parents أبوك أبوك وأمك هم والديك parents number four your sons and daughters are your children أبنائك أبنائك وأبناتك هم أطفالك number five your parent's son is your brother ابن والديك هو أخوك عارف تلخبط شوية number six your father's daughter is your sister ابنت أبيك تكون أختك number seven your son's sister is your daughter أخت ابنك هي بنتك number eight your daughter's brother is your son أخو بنتك هو ابنك number nine it will be homework الأخيرة هتكون كالعادة homework اكتبوا لي العجبات في التعليقات وأنا هشوفها وارد عليكم thank you so much for watching my video I hope you enjoyed it وان شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي ولو عجبك الفيديو حسيت انك تلاطم منهم بعلومة جديدة ادعى من بلايك ومشاركة للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب علشان تشوف باقي الفيديوهات وهستنى تعليقاتكم تقولولي ايه رأيكم في الفيديو تمتم بخير ترجمة نانسي قنقر